اهلا بحضراتكم من جديد نروح بقى لمنتخبنا الولمبي ان شاء الله اللي احنا بنتمنى له كل التوفيق خلال فترة اللي جاية مع مستر ميكالي مع الجهاز الفني مع الكابتن محمد بركات المشرف العام على المنتخب الولمبي عندهم الولمبيات القادمة في باريس بعد ايام خلاصة تنطلق الولمبيات وعندنا مباريات مهمة فيها عندنا جيل محترم جيل شفناه في كأس الامم الافريقية الاخيرة اللي كانت في المغرب تحت 23 سنة وقدروا يوصلوا للموران نهائية وابهر الجميع بالاداء وبالمستوى وباللعب ومن هنا بنقول ان احنا عندنا جيل فعلا محترم يمثل مصر في الولمبيات تحت 23 سنة بالنسبة للنادي الاهلي النادي الاهلي ما بقدرش يتأخر على المنتخبات وده مش كلام ده واقع على مدار السنين كلها وبالمواقف حتى فيه منتخب الولمبي كمان النادي الاهلي شفنا بيانه ودعمه الكامل والتزامه الكامل مع المنتخب الولمبي بتواجد ثلاثة من لعبي النادي الاهلي في المنتخب الولمبي حمز علاء كريم الدبيس أحمد نبيل كوكا ثلاثة اللي موجودين فيه دلوقتي فيه منتخبنا الولمبي النادي الاهلي كان ابدأ طبعا التزامه الكامل ان اللعبه متواجده في المنتخب لكن يعني خلال الساعات الأخيرة أو الساعات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي سمعنا إن نادي بيرامز بنزل بيان ورجع تاني بقول إن فيه اتفاق ما بيننا وما بين اتحاد الكورة إن فيه إبراهيم عادل ومحمود صابر هيخرجوا علشان يلعبوا مباريات في الدورة ده لنسى هنشوفه خلال فترة اللي جاء مش عايز أسبق الأحداث لكن اللي أكد عليه كل أعضاء اتحاد الكورة له أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد الدكتور رهاب الكومي كل المنظومة الرضاية في تحاد الكورة قالوا إن ما كانش فيه أي بيان أو أي اتفاقات مننا في الجلسة إن حد هيطلع من اللعيبة الأولوية لمنتخبنا الأولمبي وده الكلام اللي تقال لكن الكلام الآخر اللي تقال على الجانب الآخر ده لسا هنشوف الأحداث خاصة المنتخبنا الأولمبي بإذن الله هيسافر بكرة على طائرة خاصة إلى مدينة بردوء الفرنسية علشان هيبدأ معسكر الإعداد أو المعسكر الأخير من المباريات الودية قبل الاستعداد للمباراة الأولى يوم 24 إن شاء الله أمام الدومينيكان هتكون المباراة الأولى لمنتخبنا الأولمبي منتخبنا الأولمبي بكرة إن شاء الله هيسافر هقول لحضراتكم قائمة منتخب مصر أو الأسماء اللي هتمثل المنتخب الأولمبي بكرة إن شاء الله مع مصر ميكالي قائمة المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى حمزة علاء عالي الجبري محمد سيح حمزة علاء طبعا حارس مرمى النادي الأهلي في خط الدفاع كريمي الدبيس أيضا لاعب النادي الأهلي حسام عبد المجيد أحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد في خط الوسط محمد النني أحمد سيد زيزو أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وفي خط الهجوم بلال مظهر وسامة فيصل كل التوفيق لهذه الأسماء وهذه القائمة وكنت أتمنى فيه لعيبة أيضا مميزة في الدور الممتاز لعيبة شغالة بشكل كويس جدا تكلم على حسام أشرف واحد من هدفين الدوري واحد زي عمر الساعي في الإسماعيني واحد زي ياد العسقلاني لعيبة كتير مش عايز أنسى حد لكن فيه لعيبة تستحق لكن أنت في الآخر مرتبط بقايمة قوامة حوالي 22 و23 لاعب فكل التوفيق للتشكيلة اللي هيبتدي بها مستر ميكال هقول لحضراتكم برضو يعني مواعيد مباراة منتخب مصر أوليمبي إن شاء الله المنتخب مصر يوم 24 يوليو هيلعب أمام جمهورية الدومينيكان دي هتكون أول مباراة في الأوليمبيات تاني مباراة هتكون يوم 27 يوليو مصر هتواجه أسبكستان وفي يوم 30 مصر هتواجه أسبانيا الترتيبة حلوة يعني هتقابل أول الدومينيكان بتدخل في جو البطولة ربنا يكرمنا ناخد أول 3 نقاط يدوك دفعة قوية جدا للمباراة اللي بعدها أسبكستان مش هتكون مباراة سهلة أسبكستان في المرحلة السنية دي تحت 23 منتخب قوي لكن تدرج المباراة في صالح منتخب مصر هنواجه منتخب أسبانيا واحد من المصنفين وواحد من المرشحين لهم ياخدوا الأوليمبياد أو يحصل على ميداليا في الأوليمبياد برضو تدريجة المباراة تدريجة مهمة جدا عشان تقدر تساعد اللعيبة والجاز الفن منتخب مصر لما يسافر بكرة عنده ماتشين أيضا مباراة مع أوكرانيا يوم 14 ومباراة مع العراق يوم 17 ماتشين علشان التجانس علشان مصر ميكالي يقدر يشوف التشكيلة الأساسية بتاعته علشان اتنين من العناصر المهمة أحمد سيد زيزو ومحمد النني واتنين لعبة مهمة أصحاب خبرات كبيرة إن شاء الله يكونوا إضافة كبيرة لمنتخبنا إلو المخالي